اهلا بكم متابعي تليفزيون اليوم السابع وموجز جديد للرياضة بنستعرض فيه مع حضرككم اهم الاخبار على الساحة الرياضية محليا وعالميا اول خبر معنا هو ان حقق فريق الزمالك الفوز على نظير والانتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة اللي جمعتهم النهاردة ضمن مباريات الجولة السابع وعشرين للدوري واخرز هذا في اللقاء الوحيد مصطفى محمد في ديئة 63 من عمر المباراة اللي ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثاني بجدول الترتيب بعد ملاعب 27 مباراة فاز في 16 وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاعمال الانشائية والتطويرية بالصالة المغطاء الكبرى بستاذ القاهرة برفقة الدكتور حسم مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية واللواء علي درويش رئيس هيئة استاذ القاهرة وتستضيف الصالة المغطرة رئيسية باستاذ القاهرة واللي بتتسع لـ 22 ألف مشجع مباريات المجموعة الرابعة اللي بتضم مصر والسويد وانتشيك وممثل أمريكا الجنوبية ومباريات المجموعة الرابعة اللي بتضم الدنمارك والأرجنتين والبحرين والكنغو الديمقراطية وثلال جولة نقل وزير الرياضة إشادة الرئيس بحفل القرعة وقدرة الدولة المصرية على تنظيم الأحداث الكبرى أعلن محمد حمص مدرب الإسماعيل استقلته من منطبه اعتراضا على تهميش دوره بالجهاز الفني الجديد وقال حمص على إنستجرام أعلن اعتذاري عن استكمال مهمتي مع الجهاز الفني لنادي الإسماعيل الجديد وأضاف أنه قبل التعاقد تم الاتفاق معه على بعض المهام والمسؤوليات والصلاحيات ولكن بعد التعاقد مع ريكاردو ومدرب الأحمال وأحمد العجوز ما بقش لي دور بالجهاز وتابع أنه لا يستطيع تقديم شيء في الوقت الحالي وقال حمص كمان كل الدعم للجهاز الفني بقيادة مستر ريكاردو والكابتن أحمد العجوز وكل الدعم للعبي النادي الإسماعيلي يصل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري وتحديدا يوم الأربع اللي جاي للانتظام في تدريبات الفريق الحين حسم مصيره مع القلعة الحمراء سواء بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل أو انتقاله لأي نادي آخر ويعود اللاعب بعد انتهاء آراته مع نادي الاتفاق السعودي اللي رحل له في يناير الماضي لمدة شهر لكن اللاعب لم يستكمل الإعارة مع نادي السعودي بعد عودته للنشاط الرياضي واللي توقف لي أكتر من شهر بسبب جائحة كورونا وتوجه ساعتها لمسقط رأسه في المغرب طول الفترة اللي فاتت رفض طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري المغامرة والدفع بالعناصر الشابة أمام الأهلي غدا في المباراة المقرر أنها تكون الساعة تمانية ونصف مساء على مرعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع السبع وعشرين وده خوفا من الهزيمة وأملا في تحقيق نتيجة إيجابية بتساعد الفريق على العودة لطريق الانتصارات من جديد بعد التعادل المفاجئ اللي حقا والجولة الماضية أمام نادي مصر بهدفين وده بالرغم من خود الأخير الشوت الثاني الكاملا ناقص لعب وده بعد حصول أحد لعبي على البطاقة الحمراء نهاية الشوت الأول بيتفاود مسؤولي نادي وادي دجلة مع مصر المقصة للحصول على خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الكروي الأول بدجلة حاليا بشكل انهائي بعد انتهاء مدة استعارته من الفريق الفيومي بنهاية الموسم الجاري وأثبت المهاجم الشاب تقلقه وأصبح من أحد الأعمدة الأساسية في هجوم غزلان دجلة خاصة وإنه سبق وانضم لصفوف المنتخب الوطني نظرا لمستواء المميز مع الغزلان ومن أخبار الرياضة العالمية سقت فريق تاتنهام الإنجليزي أمام ضيفه أبرتن بهدف دون مقابل في المباراة اللي أقيمت منهم مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مسبقة دوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد 2020-2021 وبهذه النتيجة يقصد أبرتن أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي فيما يبقى تاتنهام بدون أي رصيد من النقاط وبكذا يكون انتهى الموجز الرياضي شكرا لطيب المتابعة عدتوا لحضراتكم أبو بكر قدمت لكم شروق أجدي واستنون في متابعات إخبارية جديدة على مدار الساعة شكرا لكم وإلى اللقاء